المهاردة اللواء محمد عرفان رئيسية الرقابة الإدارية تفقى السيناء ميناء سفاجة البحري قبل افتتاحه غدا الخميس بحضور رئيس عبدالفتاح السيسي واشهد ميناء سفاجة استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا لافتتاح أعمال تطويره حيث يفتتح الرئيس بإذن الله أعمال تطوير الميناء بجانب افتتاح عدب من المشروعات المجمع عبر الفيديو كونفرنس وانتهت هيئة مواني البحر الأحمر من أعمال تطوير ميناء سفاجة بالكامل بتكلفة 510 مليون جنيه وأن مساحة الميناء بعد التطوير زادت بنسبة 185%